على وجه الفضل البداية معاك سرحان الشيخوي واخترنا أنه نحكيه على الواقع في تونس تونس أصبحت الدولة الأولى في إنتاج الفتنة وتفريخ الأزمات نعرف تونس الكل اللي الوضع في تونس لم يكن مستقرا في على امتداد السنوات الطويلة وفهم معارك سياسية متواصلة معارك طويلة جدا عندها أوجه كثيرة لكن من محاولات يعني من محاولات حل أو كما يحلو لبعض السياسيين استعمال مسترح حال حالة الأزمة فهم برش محاولات بما فيهم ما قدمه اتحاد الشغل في ديسمبر 2020 وهي مبادرة لإجراء حوار وطني أيضا حزب الطيارة الديمقراطي كان في أكتوبر 2020 تقدم بمبادرة أخرى لإنجاز حوار وطني لتقريب وجهة النظر في تونس وحل الأزمة اللي أصبحت أزمة معقدة جدا بدايتها سياسية لكن عندها ارتدادات تجري معي اقتصادية كبيرة واتحاد الشغل في الفترة هذه كانت تحدث على ديسمبر 2020 تحدث في المسودة الحوار الوطني اللي قدمها لرئيس الجمهورية على عديد من العناصر منها مراجعة قانون الأحزاب والجمعيات منها تعديل القانون الانتخابي منها إجراء حوار مجتمعي منها حتى التفكير في تغيير النظام السياسي في تونس يعني اتحاد الشغل قدم مبادرة متكاملة من الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي في سياق حل الأزمة في تونس والوصول إلى حوار يقرب وجهة النظر لأنه كان يعتقدت تحدث شغل في الفترة هذه كانت تونس مقدمة على أزمة خطيرة جدا لكن المبادرة قدمت تحدث شغل احتفظ بها رئيس الجمهورية في أدراج قصر قرطاج ونمتخرج إلى العلن في الفترة هذه كانت تحدث على صراع بينزوز مؤسسات أو صراع بينزوز أشخاص يعني تقريبا نحكيه على صراع رشد الغنوشي وقيس سعيد صراع بين رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية رئيس الجمهورية كان يعتقد أنه لا وجود لرئيس آخر وكان يتحدث على أن تونس يمثلها رئيس واحد ورئيس البرلمان رشد الغنوشي كان يتصرف وكانه رئيس ويعني النقطة الفاصلة في هذا الكل نتحدث على ماي 2020 يعني عندما هنأ رئيس مجلس النواب رشد الغنوشي ورئيس المجلس الرئيس الحكومة الليبية فيز السراش باستعادة السلطات الليبية لقاعدة الوطي العسكرية اللي هي قريبة من الحدود التونسية وقتها قيس سعيد كان يعتبر أن هذا قفز على نفوذه أيضا رشد الغنوشي نقطة مفصلية في علاقته بقيس سعيد هي اختيار اللي يسلف إخفاخ رئيسا للحكومة في جنب 2020 ومن وقتها احتدت الازمة بين زوز شخصية ثم تحولت الازمة بين زوز مؤسسات كانت تدار بأدوات فيها القانون وفيها الدستوري وكانت حتى تدار بأدوات من داخل الدولة وكانت حتى تشكيلها الحكومية أحد الأدوات لخوض هذا الصراع لكن الصراع هذا بدأ ينحصر بشكل تدريجي بعد أن تم تجميد شغال البرلمان وبدأنا نحكيه على حوار وطني يمكن أن يقرب شهة النظر بين الناس الكلة ونخرج من الأزمة في تونس لكن رئيس الجمهورية كان عنده رأي آخر اختيار لشكل الحوار ومضمون الحوار والعناصر الكبرى لهذا الحوار والأطراف التي ستشارك في هذا الحوار أنتج أو فرخ أزمات أخرى كنا نحكيه على أزمة بين زوز مؤسسات أو زوز أشخاص ولينا نتحدث على أزمات تقريبا في كل القطعات نحكيه مثلا في قطع المحامات اللي هو معني بشكل مباشر المشاركة في الحوار هناك امتعاض كبير داخل قطع المحامات من مواقف العميد براهيم بودربالة اللي هو وافق بشيكون يترأس أحد اللي جان التي ستشرف على هذا الحوار وعدد كبير من المحامين يعتبروا أنه اللي يقول فيه بودربالة لا يمثل المحامين هو يمثل شخص بودربالة فقط وحكينا على أنه فما 63 محامي قد معارضة ضد مواقف بودربالة وشفنا حتى في الساعات الماضية بعض المحامين يتحضوا على سحب الثقة من بودربالة قبل الموعد الرسمي لإجراء متمر المحامين اتحاد الفلاحة أيضا يدور في نفس هذا الفلك شفنا في الأيام الماضية معركة كبيرة نبينا الرئيس السابق أو الرئيس الذي تم سحب البساط منه عبد المجيد الزار يعني مجموعة من الناس التي تنتمين الاتحاد الفلاحة جتموا وسحبوا الثقة من عبد المجيد الزار وعينه نورديم العياد مكانا في مكان عبد المجيد الزار لكن مجموعة أخرى قريبة من الزار اجتمعت وجمدت الرئيس الجديد ودخلنا في معركة متاع الشرعية وصلنا حتى تشبك بالأيدي في مقار اتحاد الفلاحة وبالتالي فنو الأزمة انتقلت إلى عيمات المحامين وانتقلت إلى اتحاد الفلاحة أيضا من العناصر الخطيرة جدا انتقال هذا السراع السياسي إلى داخل أسوار الجامعة التونسية لأنه عمداء كلية الحقوق معنيين بالاشترافة على الحوار بشكل مباشر وشفنا ليلة البارح يعني عمداء وعميدات كلية الحقوق والعولوم القانوني والسياسي بتونس اعتذروا عن تكليفهم بعضوية اللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار وقالوا أنه مضمون المرسومة الثلاثين ليصدر رئيس الجمهورية ما يعنيهمش وأنهم غير معنيين بخوض اللعبة السياسية وخيروا أنهم يكونوا على هامش التفاعلات السياسية يقدموا أرأة فقط ولا يشاركوا بشكل مباشر رابطة حقوق الإنسان أيضا فيها معارك كبيرة شفنا أكثر من 30 فرع من رابطة حقوق الإنسان أصدروا بيانات واعتبروا أنه مواقف رئيس الرابطة جنب المسلم تلزموا هو شخصيا واختروا أنهم ما يكونوش في دور الكمبارس في المشاركة في الحوار هذا اتحاد الشغل أحد العناصر الأساسية في الحوار الوطني كان أيضا في جزء من الخلافات قبل الهيئة الإدارية اللي صارت مؤخرا لكن قيادة الاتحاد كانت حاسمة وقررت عدم المشاركة في الحوار الوطني بشكل واضح وسريح وهذا أثر حتى على المنظمات الأخرى وأثر على عدد كبير من المنتظر الناس اللي كانت بشتشارك في الحوار تلخيصا لما سبق كنا نتحط على عركة بنزوز أشخاص بنزوز رؤساء بنزوز مؤسسات تم تفريح الأزمة في كل القطاعات ووقت اللي كنا نخموا بش نعملوا حوار وطني لحل الأزمة يبدو لي محمد أنه نحن في حاجة إلى حوار وطني وحوار قطاعي في داخل كل الهيئة القطاعية المعنية بمشاركة في الحوار من كانوا الناس أضوما في مصار بش يشاركوا في حوار وطني لحل أزمة تونس يبدو لي هما في حد ذاتهم في داخلهم في حاجة إلى حوار وطني لحل أزمتهم الداخلية قبل ما نفكروا في حوار وطني لحل أزمة تونس شكرا لك سرحان الشيخاوي تعرفها سياسة فرق تسد أكيد قريبا هي منزلة اليوم على الواقع السياسي والمدني في تونس لم يسبق أن شهدت المنظمات والأحزاب السياسية ومختلف مكونات الرأي العام الفاعل النخبوي في الحياة العامة في تونس ما يسمى بالأسام الوسيطة لم يسبق أن هذه الأسام الوسيطة عاشت على وقع انقسام وتشردم وتشضي بمثل ما نعيشه هذا اليوم وربما إذا كان فما حاجة تحسب لقيس عيد فأنه الرجل ذكي جدا وطريقة إدارته للملف السياسي إذا كان فما عنوان تستحقه فهو فرق تسد هو ليس في حاجة لتشميع هذه المنظمات وهذه الأحزاب بطريقة إدارته للملف السياسي خليها تتقسم وتتشضى وتتفرجع وفي النهاية الأمر مشروعه السياسي باقن ويتمدد فما مصطلح يستعمل على رئيس الجمهورية برشا وهو محاولة التفجير من الداخل يبدو لي أنه المصطلح هذا يسري على كل منظمات الوطنية اللي تم تفجيرها من الداخل ما فهم حتى هيكل معني بالمشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في الحوار الوطني بش يلقى أزمة بش يلقى حل الأزمة تونس إلا وتم تفجيره من الداخل أريد له أحزاب ومنظمات وتو حتى الجامعة دخلت على الخط وخطير جدا محمد نعرف وما نحكيوش على وسائل الإعلام بطبيعتها لي وسائل الإعلام كلهم يغني على ليليه انتظار الأفراج على القناة الوطنية الأولى قناة الوطنية الأولى يغني على قيسة هاد هو فهم حدث كبير ساري ذولي وأخيرا فهم ممثل حزب سياسي حضر في التربز الوطني شكونا من ممثل حزب سياسي زوية رحمتي ايه ايه مثلا فهم كيرث أخرى محمد سارة اليوم أنه في الليذاع الوطنية في الليذاع الوطنية معهم شانترنت حتى بش يعديوا نشرات الأخبار يعني هذي أزمة غير مسبوقة في داخل القطاع العلام العمومي وهذي كي ما قلنا محمد أزمة غير مسبوقة في العلام ويعطيك صح على إثارة النقطة هذه سرحان الشيخاوي لأنه من نجمه أنا نضامنه مع زميلاتنا وزملائنا في الإداعة التونسية العريقة المرفق العمومي الأعلامي العريق اللي يعني أصب